موسيقى نشرة الأخبار على قناة يامن شباب الفضائية نبدوها بالعنوين حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة بعد وقوفهم على عرفات موسيقى التحالف يقتل أربع صيادين بالحديدة والسشهاد الثلاثة عشر جنديا في غارة للتحالف على مواقع للجيش في حيران بحجة تحذيرات في المهرى من خطة لتجنيد ميليشيا من خارج المحافظة موسيقى عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير باشر حجاج بيت الله الحرام النفر إلى مشعر مزدلفة منذ مغيب شمس اليوم الاثنين بعد الوقوف على صعيد عرفات حيث أدوا الركن الأعظم من فريضة الحج وبدأ الحجيج نفرهم إلى مزدلفة بعد الوقوف بعرفات استعدادا لرمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر غدا وهو أول أيام عيد الأطحى ثم الحلق أو التقصير ثم يتحللون من إحرامهم تحلولا أصغر هذا ودع خطيب المسجد النبوي الشريف حسين الشيخ دعا العالم لاعتماد الأخلاق في كل مناح الحياة جاء ذلك في خطبة يوم عرفة في مسجد نمرة بحضور جمع غفيرة من حجاج بيت الله ورموز سعودية يتقدمهم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أقال خطيب عرفة إن الإسلام يحفظ المصالح ويدرأ المفاسد ويدعو إلى عمارة الكون ونفع الخلق ويقرر التآخي ونشر الرحمة والمودة ونشر الخير والمعروف والكف عن الظلم والعطاء وترك العدوان عليهم وأضف صورة الإسلام الحقيقية تشمل على أعلى الأخلاق وأحسن التعاملات فيما أحوج الخلق اليوم إلى اعتماد الأخلاق في التعاملات الاقتصادية والسياسية وكل مناح الحياة وتابع لن تتمكن من إيجاد مواطنين صالحين إلا بالأخلاق ما أشد اعتماد العالم للمعايير الأخلاقية في كل مناح الحياة عودة إلى اليمن حيث أعلن الجيش الوطني اقتراب قواته في البيضاء من مناطق في مديرية الملاجم تتخذ منها الميليشيا مخازن استراتيجية للأسلحة ومنطقة لإطلاق الصواريخ البالسية باتجاه مدينة مأرب والأراضي الصعودية قال قيد العمليات العسكرية في جابة الملاجم العقيد أحمد بحيبه إن قوات الجيش الوطني في محور بيحان والمقاومة الشعبية أصبحت على مشارف مناطق استراتيجية تتخذ منها الميليشيا الانقلابية مناطق تخزين استراتيجية للأسلحة حيث عملت طيلة أربع سنوات الماضية على تخزين أسلحة وإنشاء مخازن أسلحة استراتيجية جديدة واحتفاظها بترسانة عسكرية كبيرة من الأسلحة البالسية فيها أضاف العقيد بحيبه في تصريح لموقع سبتمبر نت أن الميليشيا الانقلابية تمتلك مخازن أسلحة استراتيجية في منطقة بعد ظهر البيض تبعد عن مواقع الجيش من ثلاثة إلى أربعة كيلومترات وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية كانت تطلق من هذه المنطقة صواريخ الزلزال وصواريخ بعيدة المدى فيها منصات الإطلاق ولا زالت موجودة هناك إلى الضالة حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي وصالح في جبات حمك غربية المحافظة وبحسب مراسلنا فإن الجيش الوطني في اللواء 30 مدرع تمكر من كسر هجوم لميليشيا الحوثي شنته من مواقعها في نقيل الخشب على موقعي العبلين والجميمة التابعة للجيش الوطني بجبات حمك أضاف بأن مواجهات استخدم فيها مختلف الأسلحة انتهت بكسر الهجوم وتكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح قالت مصادر محلية إن أربع صيادين استشهدوا أوصب آخرون إثر قصف للتحالف السادف قوارب صيد لهم في الحديدة وضفت المصادر أن التحالف السادف قوارب صيد لصيادين من أبناء قرية القلمة التابعة إداريا لحيث وأشارت المصادر أن الاستهداف تم بالقرب من جزيرة السوابع قبال تساحل اللحية شمال الحديدة وفي سياق آخر قالت مصادر عسكرية أن قتل وجرح من قوات الجيش الوطني سقط وثر غارة للتحالف حجة أضافت المصادر أيضا أن غارة للتحالف سهدفت مواقع الجيش في حيران بالمحافظة وأسفرت عن مقتل 13 جنديا وإصابة ثمانية آخرين هذا وكانت قد أفادت مصادر عسكري أمس الخميس أيضا بمقتل عشر من أفراد الجيش الوطني وإصابت خمسين آخرين في غارة خاطئة لطائرة التحالف العربي شمال الشرقية الجوف وقالت المصادر أن طيران التحالف أغار على مواقع الجيش الوطني في ودي سلبا بخب والشعف بعد سيطرة قوات الجيش يوم أمس على سلسلة جبال القشعان في ذات المنطقة أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في حيران المحررة بحجة وقالت مصادر عسكرية أن إسقاط الطائرة تم في مركز حيران بالتزامن مع صد الجيش الوطني أعنف هجوم للميليشيا وكانت قوات الجيش قد أسقطت العشرات من الطائرات التجسسية للحوثيين في وقت سابق بجبهة ميدي حيران قالت مصادر عسكرية أن الميليشيا حشدت قوات وعناصر كبيرة ونفذت هجوما في محاولة للسعادة وسعادة مواقع أخرى حررها الجيش الوطني مؤخرا بحيران في حجة ووفقا للمصادر فإن قوات الجيش الوطني تمكنت من صد أعنف هجوم شنهم مسلحي ميليشيا الحوثي في محاولة الاسترداد مركز حيران والقرى الواقعة شرق الخط الدولي تمكنت قوات الجيش من صد هجمات الميليشيا التي استمرت مدة عشرين ساعة دمرت دبابتين وثلاثة عربات للمتمردين وكانت قوات الجيش الوطني أيضا قد تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية بدعم من قوات التحالف العربي من السيطرة على مركز حيران وصولا إلى مثلث عاهم زال الجيش الوطني مسيطر على قلب مديرة حيران وخاصة مركز مديرة حيران ونحن الآن متواجدين في مركز مديرة حيران وهذه عمارة عبد الواسع الشوافي وهذه عمارة الأسلمي وهذه عمارة القاضي وهذه دكان عباس خلفي وهذه أصحاب الثلج وحن الآن بتاريخ 19-8-2018 يوم الأحد طبعا المتحدث مدير مكتب الأشغال في المديرية طبعا متقدمين شمالا بواقع 2 كيلو جنوب الحوالي بواقع 2 كيلو و3 كيلو شمالا وجنوب ومسيطين أيضا شرقا إلى كبر الحقوف وهو الخط الذي مر إطلاع على منطقة عاهم في حدود مديرية حيران كامل داقرين في مديرة السلام مستبع إن شاء الله قريبا بإذ رب العالمين وقادمون أيها الحوثيون هذه هي مركز مديرية حيران نحن الآن على بعض 2 كيلو من بعد مركز مديرية حيران الحوثيين حاولوا الهجوب وتم بحمد الله تعالى صدهم وسنلهقهم في الجبال في الأودية مهما كلفنا الأمر سندوس على المشروع الإيراني سندوس على كل طموحاتهم سنلهقهم في الجبال في الأودية في الصحاري لازلنا مسيطرين على مركز مديرية حيران وها نحن الآن في وسط السوق في مديرية حيران ولازلنا متقدم والحوثيين يدعون بأنهم سيطروا على مركز مديرية حيران وها نحن الآن في وسط السوق مديرية حيران وفي مركز مديرية حيران ولازال التقدم مستمر شرقا وغربا وجنوبا وشمالا نبقى في حجة حيث قتل وأصيب أكثر من 20 مسلحا من ميليشيا الحوثي في انفجار الغمين من التي زرعتها بعبس في حجة قالت مصادر محلية أن لغمين انفجر بعربتين تقلان عناصر من الميليشيا أثناء مرورهما في منطقة تقع على شمال الشرقي لعبس كانت قد زرعت بالألغام لقربها من حيران المحررة أضافت المصادر أن العربتين كانت في طريقهما صوب حيران لتنفيذ عملية مسلحة ضد قوات الجيش الوطني حين انفجر بهم اللغمين يأتي هذا فيما تشهد عبس تشهد حشودا غير مسبوق للميليشيا الانقلابية بحضور قيادة كبيرة من حجة والمحويت لسعادة حيران التي تم تحريرها منهم وتحسبا لأي تقدم للجيش الوطني نحو عبس الاستراتيجي إلى تعز حيث أحرزت قوات الجيش تقدما جديدا بماوية جنوب المدينة وقالت مصادر ميدانية اليمن شباب أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على الجبال السيلان وثمران والجالسة وقزح الطائر بعد موجة مواجهات شرسة مع الميليشيا الحوثية وأنوه المصدر إلى سقوط قتلى وجرح من عناصر الميليشيا الحوثي وتمكن أبطال المقاومة من أسر عدد من عناصر الميليشيا الحوثية في المواجهات كما تكمن أهمية السيطرة المقاومة على هذه المواقع الاستراتيجية بأنها تؤمن منطقة حوامرة من استهداف الميليشيا الحوثية وتمنع أي تسلل على حمالة بكرش من جهة وتضعان مواقع تمركز الميليشيا في منطقة أشجور وذابة تحت سيطرتها النارية من جهة أخرى طالبت 31 منظمة بتعز طالبة المبعوث الأممي إلى اليمن والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على ميليشيا الحوثية الإنقلابية بفك الحصار وفتح الممرات أمام المواطنين للتخفيف من معاناتهم اليومية ولإيصال المساعدات والمواد الغذائية للمواطنين دعا بيان صدر عن المنظمات إلى فتح الطرق الرئيسية أمام المدنيين والمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية ومساندة هذا المطلب الإنساني الملح والعاجل وشددت المنظمات على المبعوث الأممي استخدام كافة وسائل الضغط من أجل فتح الطرق الرئيسية في تعز وضمان حرية السكان في التنقل ودخول المواد الغذائية والإغاثية ويواجه السكان في تعز منذ ما يقارب من أربعة أعوام حصارا ومعاناة يومية جراء إغلاق الطرق الرئيسية التي تربط تعز بالمحافظات الأخرى الأمر الذي تسبب في معاناة شديدة لسكان المدينة المحاصرة في الوقت الذي يلعب الحوثيين الدور الأبرز في ابتلاع جزء كبير من تركة صالح سواء البسط على جناح المؤتمر الموجود في صنعاء أو ما التهمته الميليشيا من عقارات وأموال وأرصدت العائلة في البنوك المحلية غير أن أقارب صالح لا يزالون يمتنعون عن التقارب مع السلطة الشرعية تحدثت مصادر سياسية رفيعة عن تصاعد في أزمة الثقة بين أقارب صالح والرئيس هادي الذي يقود جناح حزب المؤتمر المنظوي في إطار الشرعية إثر التعيينات الأخيرة التي جاءت بالقيادي المؤتمري حافظ معياد إلى شغل موقعا رفيعا في الرئاسة اليمنية بتعيينه رئيسا للجنة الاقتصادية ومستشارا لرئيس الجمهورية يعد معياد من أهم مفاتيح طبقة المال وشبكة عائلة صالح المالية المتوغلة في الثروة وغنائمها المكتسبة بفعل احتكارها للسلطة طيلة العقود الثلاثة الماضية وبقيت ألصدتها وأموالها المدخرة حتى بعد فقدانها لرأس السلطة وهو ما جعل أقرب صالح يخافون من قرار تعيين حافظ معياد واعتباره اختراقا من قبل الرئيس هادي وكادره الرئاسي لجدار الخزنة المالية الضخمة للعائلة وترى عائلة صالح التي لم تعترف بالشرعية بعد أن أعوامل قوتها السياسية والمالية الموروثة من عقود حكم الرئيس السابق وامسكه بقرار السياسة ومداخل الثروة تتفاكك بشكل متصاعد وهنا يعتبر أقرب صالح أن اقتراب حافظ معياد من الرئيس هادي يعني ابتعاده عنهم إذ أن قرار تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ورئيسا للجنة الاقتصادية قد يفتح منفذا يجعل الرئيس أقرب إلى امتلاك أحد أهم خيوط ومفاتح الشبكة المالية للعائلة وفي الوقت الذي يلعب الحوثيون الدور الأبرز في ابتلاع جزء كبير من تركة صالح سواء البسط على جناح المؤتمر الموجود في صنعاء أو ملتهمته الميليشيا من عقارات وأموال وارصدة العائلة في البنوك المحلية غير أن أقرب صالح لا يزالون يمتنعون عن التقارب مع السلطة الشرعية ولا يعتبرون هادي رئيسا للمؤتمر الشعبي العام وإنما مفككا له من خلال تزعمه لأحد أهم أجنحة الحزب وربما مفتاحا يملك صفة الشرعية للدخول إلى عالم المال والثروة المكدسة وما يشير إلى أن تعيين معياد ولقاء القاهرة الذي جمع الرئيس هادي بعدد من قيادات مؤتمر صالح يندرج ضمن احتمالات عدم التقارب يمكن الإشارة إلى تصريحات أحمد الصوفي وهو سكرتير الرئيس السابق في مداخلة سابقة مع قناة يمن شباب والذي أشار بوضوح إلى أن الرئيس هادي هو النائب الأول لرئيس المؤتمر ما يعني خلو منصب رئيس الحزب وبالتالي يجب العودة بحسب الصوفي إلى المواد الموجودة في النظام الداخلي للمؤتمر والمعنية بضبط العلاقة بين الأطور المختلفة وفي المهرة حيث حذرت لجنة تابعة لتنفيذ مطالب المعتصمين في المحافظة من خطة لتجنيد ميليشيا من خارج المحافظة وقالت اللجنة في بيان إنها اطلعت على المعلومات الخاصة بتجنيد ميليشيات من خارج المحافظة محذرة في الوقت نفسه من أن هذا المخطط سيعمل على تحويل المحافظة إلى ساحة للفوضى وأكد البيان تمسك اللجنة بتوجهة الرئيس هادي بأن يتم التجنيد عبر المؤسسات الرسمية والأولوية لأبناء المحافظة هذا وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماع لها الأحد الماضي الأوضاع والمسجدات في المحافظة بعد مضي نحو شهر ونصف على تعليق الاعتصام الذي أقامه أبناء المحافظة رفضا لتواجد القوات السعودية واحترام للسيادة الوطنية وشددت اللجنة على دعمها ومساندتها وتأييدها الكامل لأبناء محافظة أرخبيل سقطرة في مواجهة ما سمته بأعمال الابتزاز الهادفة إلى زعزعة أمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية شهدت أرخبيل سقطرة خلال اليومين الماضيين نشر قوات محلية تدين بالولاء عفوا لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك عقب إصدار الرئيس هذه قرارا بإحالة اثنين من القيادات فيما تعرف بقوات الحزام الأمني المدعوم من الإمارات إلى القضاء بحث محافظ حضرموت لواء فرج سالمين البحسن بالمكلم مع قيادة شركة رويال كولوك الترتيبات النهائية لاستكمال الأعمال الإنشائية في مطار الريان الدولي وكلية الشرطة بحضرموت وشدد المحافظ على ضرورة التعجيل بإنجاز الأعمال الإنشائية بالمطار والكلية وفق المواصفات المعتمدة بدوري أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ عبيد كاردوس التميمي ومديرها العام نجيب محفوظ أن العمل يجري على قدم وثاق في المشروعين ويتضعف بشكل أكبر حالياً وفقاً لتوجيهات المحافظ وقد دشنت المؤسسة العام أيضاً للطرق والجسور في محافظة لحج مشروع إزالة ورفع الكثبان الرملية من على جانبي محور طريق الحسيني العلم بتوبن بطول 32 كيلو متر بتمويل من صندوق الطرق الذي أنشئ حديثاً في العاصمة عدن وقال المدير العام للمؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة لحجة المهندس الرياض حسن إن هذا العمل يأتي لإزاحة الكثبان الرملية التي باتت تشكل خطراً على المركبات لتجنب الحوادث المرورية التي قد تنجم في هذه الطريق التي تتعرض بصورة مستمرة لزحفر مال إليها أضف أنه سيتم تسوية الأكتاف الرملية وتصحيهها وردم الحفائر في لسفيلت مشيراً إلى أن المشروع سيستمر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لتفادي حدوث أي انقطاع للطرق وتسليل حركة المواطنين من جانبه دعا نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي با هورمز دعا الجهات ذات العلاقة بسرعة توريد المبالغ المخصصة لصيانة الطرق كي يتم صيانة الطرق والحفاظ عليها من الانهيار كونها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها يقترب العيد ليضع اليمنيين أمام أسوأ واقع حياة يعيشها الشعب منذ الجمهورية غلاء فاحشاً في أسعار المواد الغذائية لا يغطيه راتب الموظف الحكومي في المناطق المحررة أما المناطق المحتلة من الإمامة فلا مرتب ولا قطاع خاص بل خمس أو خمس واجبايات حوثية حولت الحياة إلى جحيم في الأيام العادية وفي العيد تتحول حياتهم إلى أسوأ من الجحيم أسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر على مدار ساعة كأنها بورصة مالية لكنها في اتجاه الصعود فقط فلا مجال للتراجع في أي سلعة وأصار العيد موعداً صعباً مع القهر والذل الذي يعيشه المواطن اليمني وهو يرى أطفاله محرومون من فرحة العيد وبهجته وبدلاً من أن يكون العيد موعداً للسعادة والسرور أضحى موعداً لليأس الشامل والقنوط حيث وصلت الأسعار الغذائية إلى مستويات قياسية وأصار تكلفة السلة الغذائية المكونة من القمح والدقيق والأرز والزيت والسكر قرابة 80 ألف ريال وهو أمر صعب المنال لمعظم القطاعات والموظفين الحكومين ويقدر عدد الموظفين اليابنيين لدى الجهاز الحكومي بأكثر من مليون موظف لكن أكثر من نصف هذا العدد في المناطق الخاضعة للحوثيين لا يستلمون مرتباتهم من الميليشيا وتشترط الحكومة إرادات المناطق غير المحررة لتسليم مرتبات الموظفين فيها أما غير الموظفين فحدث ولا حرج عن آلامهم وأحلامهم التي تتمحور حول لقمة العيش فقط الأسعار المرتفعة لم تقتصر على السلع الغذائية بل امتدت إلى أسعار الملابس وارتفعت أسعار ملابس الأطفال العادية إلى قرابة 10 ألف ريال فكيف يكسو أطفاله من لديه ستة أو سبعة أطفال وتزداد الأسعار ارتفاعا مع موسم الأعياد وإذا كانت الحكومة اليمنية في المناطق المحررة ملتزمة بالرواتب فإن الوضع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي جحيم شامل حيث الإمام السلالية تفرض يوميا المزيد من الضرائب والجبايات والخمس والفعاليات الحوثية التي تتمول منها والتي تشكل أساسا أعيادا دينية للأسر الهاشمية كالغدير وعاشورة وتحولها الميليشيا إلى موعد جباية مرهق للشعب المغلوب على أمره وترفض الميليشيا الحوثية صرف أي رواتب لموظفيها والقانطين تحت سيطرتها بينما تصر على الاستيلاء على الحكم كاستحقاق ديني سلالي لا يترتب على حكمه أي التزامات وفي الجوف حيث يحل عيد الأضحى وسط موجة من الغلاء في الأسعار المزيد من التفاصيل في التقرير التالي غلاء في الأسعار يقابله ضعف في الإقبال على شراء الملابس واحتياجات العيد هنا في محافظة الجوف لم تتمكن أغلب الأسر من توفير ملابس العيد لبعض أفرادها فيما اضطر آخرون للتخلي عن الكثير من الاحتياجات بسبب الارتفاع المهول في الأسعار وعدم توفر السيولة المالية لدى معظمهم الناس خصوصا في هذه الأيام يستقبلون العيد بشكل آخر خصوصا في غلاء الأسعار وارتفال الأسعار بشكل جنوني جدا فصار الرب الأسرة إذا كان لديه اثنين أطفال ثلاثة أطفال أربع أطفال كيف سيلبي حاجات البيت وبالرغم من تدفق المتسوقين إلى الأسواق لقرض شراء احتياجات العيد لكن معاناة النازحين وعدم قدرتهم على توفير ما يحتاجونه للعيد بسبب تأخر المرتبات هو ما يجعلهم يستقبلون هذا العيد بفرحة منقوصة في ظل ابتعادهم عن منازلهم بالإضافة إلى أوضاعهم المأساوية التي تفوق قدرتهم على تحمل كل هذا العيد ناقص علينا من حين نحن عن بلدنا بعيدين وإضافة إلى ذلك من قلال أسعار لا نستطيع أن نوفر تلك الحاجاتنا ومع كل هذه الضوائق التي ألمت بالمواطنين والنازحين في محافظة الجوف إلا أننا نجد بعض أرباب الأسر مجبرين على شراء الملابس والاحتياجات لأطفالهم بأي شكل كان أو كما يقولون ليدخلوا الفرحة والسرور على أولادهم ويعيشوا فرحة هذا العيد وإن كلفهم الثمن باهضا مجد عياش من شباب محافظة الجوف نهاية نشر تذكير بأبرز ما جاء فيها حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزالفة بعد وقوفهم على عرفة التحالف يقتل أربع صيادين بالحديدة واستشهادوا ثلاثة عشر جنديا في غارة للتحالف على مواقع للجيش في حيران بحجة تحذيرات في المهرة من خطة لتجنيد ميليشيا من خارج المحافظة وصلنا إلى الختام عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا